مرحبا برج الحود أهلا بكم في القراءة العامة عندنا خمس الأخصان في وايد اختلاف في الآراء بخصوص مشروع يديد في مكانك الوظيفي أو في البزنس مالك في اختلاف في الآراء في تنافس كل واحد يبي يثبت وجوده ولكن اللي قاعدة أحسهني طاقة مو البقاء للأقوى ولكن البقاء للأفضل الشخص اللي يقيد بشكل أفضل اللي أداءه يكون أفضل في الفترة القادمة ترى أهوة ممكن تكون أنت أهوة اللي رح يتقلد منصب رقم واحد ما بين كل هاي الناس اللي في السوق أو كل هاي الناس زملائك في العمل وراها ست الأخصان بالضبط بالترتيب خمسة وستة في شخص رح يبرز كأنما الخيار لك عندك الفرصة أن أنت اللي تبرز تبرز ولكن مو بس تبرز من أجل الشو أو من أجل إظهار نفسك هنا كأنما إذا كنت مو بين رابعك أو زملائك مو بين في السوق نفسه نزين؟ تبرز بسبب أن أنت قاعد تحتوي كل هالخلافات قاعد تحتوي كل الأشياء السلبية اللي قاعدة تصير مثلاً لو الكستمر أو زملائك في العمل يعانون من مشكلة سلبية أنت اللي تحتويها أنت اللي توجد الحلول هنا التتويج يتم عندك ولكن في أسباب في أسباب قيادية هي اللي تخليهم يختارونك يا برج الحوت وآخر شي ننتهي بالغصن الأول الفرصة القادمة أو الوقت القادم فرصة ممتازة عشان تثبت وجودك هنا لأنه كأنما الفرصة جداً مؤاتية مفتوحة لأنه في اختلاف أو قد في سياسة يقول لك فرق تسد ولكن التفرقة هنا موجودة قبل ما أنت تدخل الأشخاص اللي حولك في الجانب العملي مقبلين على فترة اختلاف أو انفصال أو هنا في أحزاب حتى كل واحد متحزب عندك فرصة أن أنت تكون مثل إمبراطور الصين أن أنت اللي تجمعهم توحدهم كلهم لما توحدهم هنا أنت السلطة تكون عندك ولكن السلطة ما تأتيك عشان الجشع السلطة أنت بالذات يا برج الحوت ما رح تأتيك عشان مثلاً بس تحس أنك ملك وأفضل منهم لا السلطة تأتيك من أجل أن تخدم تخدم الآخرين الآخرين هنا محتاجين لمهاراتك القيادية في الفترة القادمة نشوف الجانب المالي اللي هو بالعادة مرتبط بالجانب العملي عندنا ثلاثة الأكواب وراها كرت العاشقين وأيضاً كرت الاستيقاظ أو الرجل المعلق برج الحوت طاقتك أنت هي طاقة المياه رح تحصل حرية أكثر انفتاح يعطونك الثقة أكثر بخصوص التصرف الموارد المالية في الفترة المقبلة بما معناه أيضاً موارد مالية أكثر راح تندفع لك أنت راح تندفع لك لأنه هنا قرد يا ينك منصب مثلاً تكون من موظف عادي إلى مشرف من مشرف إلى مدير من مدير إلى مدير عام ترقية ترقية هنا ترقية أو ارتفاع حتى بين الأشخاص وبين المنافسين فهني أنت قاعد تحصل أو تحسب ثمار هاي الترقية أو الارتفاع عن الآخرين أو حسك القيادي هذا اللي قاعد يصير تندفع لك ويثقون فيك حتى الآخرين أكثر أن يعطونك الأموال أنت تصرف فيها شنو لازم تسوي تعقل خلك متوازن لأن هذا الكرت فيه شخصين كرت العاشقين فيه شخصين كأنما خلك متوازن أفضل الأمور أوسطها هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ولا تنسى الإدخار ثم الإدخار ثم الإدخار فيهني شيء أجوب بما أننا عندنا كرت العاشقين فيه شيء تحب تصرف عليه تقول بما أن أتتني فلوس الديادة رح أبدأي أعدل أأثف أحسن من شكلي أسوي كذا كذا انتظرت فترة طويلة عشان تأتيني هاي الأموال فلما تأتيني على طول رح أسوي الشيء لأحبه هني مطلوب منك طاقتين عندك مو فقط أن تصرف على الأمور اللي تحبها والمطاعم اللي تحب تروحها ولكن أيضا أو حتى الأشخاص اللي تحبهم اعتدل ما بين أن أنت تصرف وما بين أن توفر لأن هذا كرت الرجل المعلق دائما نقول لك خل قرشك الأبيض من أجل يومك الأسود في شيء لازم تخليه ينضج الرجل المعلق معلق من شجرة صح؟ شنو أيضا الشيء اللي يتعلق من شجرة عشان ينضج في الوقت المناسب الفاكهة الفاكهة إذا فكرت فيها هي عبارة عن الشجرة أو النبتة نفسها قاعدة تخزن الغذاء تخزن الطعام تخزين ولكن تخزين لا موعد نضج لا موعد قطاف بما معنى كأنه مهني النصيحة لك إنه مو فقط توفر أموالك ولكن تخليها في نوع من الوديعة نوع من التجميد اللي تحصل عليه أيضا فوائد أوكي تخليها موفرة ولكن لها أيضا فوائد مو بشري موفرع الفاضي خلا نشوف جانبك الدراسي برج الحوت ثماني الأكواب مضطر ترحل عن حلم عندك في بالك مضطر تساوم هذه الكلمة ما نحبها لما يكون في حلم معين في بالنا أنا حاط في بالي لازم أصير محامي لازم أصير دكتور لازم أصير التخصص اللي في بالي لما نأتي إحنا حين في فترة صيف ومقبلين على فترة جامعية لما نأتي إلى أرض الواقع نقدم امتحانات القبول نشوف الشواغر نشوف متطلبات سوق العمل نكتشف إن الشيء اللي نحبه أوقات اللي يكون محظوظين نقدر ندرس التخصص اللي نحبه أوقات لا كأنه أشوف في الفترة القادمة التخصص اللي أنت حاب عينك عليه راح تضطر إنك تبتعد عنه ليش عندنا كارت العالم ممكن إنه يكون هذا التخصص ما فيه الكثير من الوظائف هذا التخصص مو هو التخصص اللي راح تحصل فيه بعثة أو منحة أو قبول حتى في الجامعة انت تريد هاي التخصص أما الجامعة خصوصا إذا كانت حكومية تقول لك لا اللي متوفر عندنا تخصصات أخرى مثلا اللي أعلى منك بالدرجة وهما اللي يشغلوا أو شغلوا هذا التخصص فأنت ما عندك خيار عرفت قصدي أخذوا الأفضل أو أخذوا اللي يبونهم أنت هنا تريد أن تقدم يقول لك ما يصير وعندي بعد أيضا طاقة فيه أشخاص من برج الحوت يريدون أن يسافرون للدراسة يبون يدرسون برا كأنما هاي الأشخاص خصوصا إذا كانوا صغيرين في السنة أشوف أنه راح يلاقون معارضة راح يضطرون أن يساومون أو يوجدون حل وسط مثلا أن حاليا على الأقل ادرس في بلادك وممكن نفكر عن دراستك في الخارج بعد ما تتخرج من البكالوريوس طاقة جديدة طاقة مع الأهل طاقة ما بينك وبين الأشياء المتوفرة في الجامعة عنه القراءة بستة سيوف بالضبط الستة هو رقم التوازن هو رقم أنصاف الحلول رقم لازم نمسك فيه العصى من الناس ما جوف أنك يا برج الحوت في الفترة القادمة راح تكون من المحفظين اللي يقدرون فقط يأشرون على التخصص اللي يبونه ويختارون لا أحس أن أنت من الأشخاص اللي حبوا شيء وقالوا لفترة طويلة راح أدرس التخصص الفلاني ولكن بعدين يضطرون يرحلون تجاه تخصص آخر جامعة أخرى لأن في أسباب هنا أشوف في أسباب أنت ما أخذتها بعيني الاعتبار إن الشواغر مهمة سوق العمل متطلباتها شنو التخصصات اللحين مطلوبة أيضا مهمة وإن هايا العالم ما يعيش فقط على طاقة الأكواب طاقة الحب أنا شنو أحب وشنو راح أسوي أوقات لازم يكون في توازن ما بين شنو المفروض أسوي وشنو أحب أسوي هذه الطاقة الموجودة عشانك الرسائل ما راح تنطبق على الكل لأنها تخص جوانب محددة عندنا هنا موضوع الحجرة موضوع أمور الصحة وإحني الأمور القانونية فإذا ما عندك أي مشاكل في هاي الجوانب ما أعتقد أنها راح تنطبق عليك نزيل نشوف جوانب الهجرة الكوب الأول الموافقة الأكيدة ما فيها برج الحد حتى لو ما كنت تفكر في الهجرة كأنما هني الكوب لأنه دائما اس الكوب الأول السيف الأول مقدم من شخص مبادرة من شخص مو شيء أنت تعب عليك حصلة لا من الله سبحانه وتعالى يأتيك هني أبواب القبول لك مفتوحة مو هني عندك محاولة أنه أنت تدرس برا مادرا ليش أحس أنه في مبادرة من أطراف من جامعات خارج دولتك حتى مستعدين أن يستقبلونك الهجرة مفتوحة أمامك في الفترة القادمة لو قدمت راح تنقبل بسرعة جدا بسرعة ولو عندك طلب راح تأتي إن شاء الله الموافقة قريبا ثلاث الأكواب ولكن هذكرت الاجتماع أو الحفلة لأن مرة ثلاث الأكواب سبعة السيوف فكأنما اللي قاعدة أشوف أنه على الأقل مؤقتا راح تضطر أنك تقول وداعا للأشخاص اللي تحبهم اللي تعود عليهم في بلادك ما راح تقدر تأخذهم كلهم معاك كأنما المطلوب منك الهني اللي مقدمين لك تذكرة السفر لشخص واحد أو قبول طلب هجرة خلي نقول لشخص واحد فقط أنت تريد أن تأخذ معاك حبايبك ما راح تقدر لأن هني عندنا سبعة السيوف شخص يرحل في منتصف الليل من زين؟ ومخلي أشياء وراءه يرحل معاك شي ومخلي شي فيه ثلاث أشخاص تحبهم لأنه أيضا تشوف السبعة اللي يكملها الثلاثة ونوصل إلى رقم عشرة الرقم المكتمل في التارو بما معنى من هؤلاء اللي تحبهم راح تضطر تخلي ثلاثة يمكن تقدر تأخذ مثلا فقط شريكك أو أحد من أبنائك والبقاء تخليهم تخلي ناس وائد عزيزين على قلبك تحس في قطعة من قلبك وإن كان القرار مؤلم ولكن شلن تنظر للموضوع يا برج الحود إن حتى الفراغ مؤقت ترى إلا ما ترتب أوضاعك تصير أفضل تسوي لك حياة في هذه الدولة وبعدين تقدر ترجع تخليهم ينضمون لك في هذه الدولة بس على الأقل أنت في البداية لازم تروح بروحك وترتب الأوضاع هذه هي طاقتك في موضوع الحجرة خلا نشوف موضوع الصحة هذا كرتك وجوده هنا حضورك قوي أحس عندك نوع من ويد تفكر ويد تفكر والتفكير متعبك وأيضا طاقة هنا الأزرق الداكن أحسها طاقة اكتئاب نوع من الاكتئاب هو اللي قاعد يأثر على صحتك هذه الطاقة عكس هذا الطاقة هذه الطاقة الساكنة اللي أعرف ويد وأتمنى ويد وأفكر ويد ولكن ما قاعد أتصرف ما قاعد أتصرف هذه كرت العربة هي الحركة فول آن السرعة القصوى حركة وانطلاق أي شيء ينبي نروح نسويه فهني كأنما في الفترة القادمة يمكن احتمال أن يصيدك نوع من في شيء في شيء نفسي يأثر عليك يأثر على حركتك أو حسب تعليمات الطبيب بسبب ظروف معينة تضطر أنك تضل في الفراش ساكنا هذا شيء يأثر علي نفسيتك ولكن ما تقدر ما تقدر أنك تتحرك ومو المفروض أنك تتحرك وهذا أيضا كرتك هذا العالمة وهذا القمر هذه كروت برج الحوت وجود عندك كأنما قاعد أتشوف شيء خص الصداع خص الصداع ممكن عندك صداع نسوي ممكن أوقات يأتيك صداع مفاجئ يرجع إلى شيء بخصوص شبكة العين أعصاب العين في ضغط عليها يمكنك وايد تقعد أمام الشاشة يمكن أحد الأسباب زي؟ فهذه طاقتك في الأمور الصحية أما إذا تحس أن صحتك على العال فما في أي شيء يستدعي القلق خلنا نشوف أمورك القانونية عندنا فارس الأخصان الفارس اللعوب خمس السيوف وكرت العدالة كرت برج الميزان العدالة راح تتحقق كأنما هني وجود كرت العدالة يقول لي الشخص اللي غلط الشخص اللي حاول يتهرب من مسؤولياته أنه يدفع أموال مع مكانة الأسباب فيها تهرب فارس اللعوب له يعتمد عليه تحاول أنه يتهرب من مسؤولية قانونية سواء أنت يا برج الحود سواء الخصم العدالة ثق فيها راح تاخذ مجراها راح ترجع الحق اللي ضاعهني لأنه خمس السيوف هي طاقة اللي راح أربح مهما كان الثمن ولكن لا أحسنه في الفترة القادمة كل واحد راح ياخذ حقه اللي مثلا يقول لك القانون لا يحمل مغفلين اللي غلط هو راح يتحمل غلطه وإذا كنت أنت بعد نوعا ما مغفل أنت بعد راح تطر تتحمل جزء من الغلط ولكن إذا كان الغلط كله على الخصم أولا راح يتحمل راح يطلع للحكم الحكم راح يطلع قريبا إن شاء الله الآن بنشوف القراءة العاطفية ممكن أنت حتى تفهم رسائل تنطبق على حالتك من الكلام أكثر مني رسائل مبطنة أسميها يقول لك إذا طال عمري فسأعود مرة ثانية إلى الحان ولا أشغل نفسي ذلك بعمل آخر غير خدمة العربي للسكران قاعدة أتشوف هنا شخص ممكن أنت ممكن الشريك شخص ما أعطى طرف الثاني فرصة ما أنتبه له لما كان موجود ما حاول يتفاعل معه ما حاول حتى يتمسك فيه ولكن هذا الشخص اللي ما تمسك أو اللي انسحب بسرعة ممكن تكون أنت قلت أنت شريك قلت لك الشخص اللي ما تمسك هو الشخص اللي ابتدى حين ابتدت الأفكار تلعب براسه وابتدى الندم يظهر عليه علامات الندم احني أشوفها تظهر لأنه تقول لو أتتني الفرصة كأنما واحد قاعد يقول لو أتتني الفرصة قبل شم سنة كنت أحب شخص شما ما تركته قبل شم سنة كان من تقدم لي شخص شما صديت عنه أو رفضته هاي الطاقة عندك لأنه كأنما قاعد أحس أنه فيه نوع من الوحدة نوع من فيه أشياء كانت ملاهيتك قبل كان واحد عندك مثلا ملتحي بعملك ملتحي بالأصحاب ملتحي حتى بصغر السن ماخذنك الغرور تقول لا الدنيا مليئة بالفرص مو الحين بكرة عادي حين فضع عليك شوي المكان فظلت الأفكار تلعب براسك أو براس الشريك وسيكون سعيدا ذلك اليوم الذي أذهب فيه بعيون باكية فأنثر ماءها مرة أخرى على باب الحان مرة ثانية طاقة الندم تقول هالمرة هالمرة ما رح أمثل أو حتى أكابر بالعكس كأنما قاعد توعد الله سبحانه وتعالى أنه صج صج لو صدتني الفرصة مرة ثانية لو هذا الشخص رجع ما رح أقوم بنفس الأسلوب اللي بععد عني ما رح أغلط نفس الأغلاط ما رح أبعد عن طريق محاولتي بالتحكم ما رح أبعد عن طريق التصرفات اللي أنا سويتها خلتها تبتعد بالعكس رح أغير من نفسي رح أغير كل شي رح أفرش الأرض الأرض دموع أنثر ماءها أنزين وإذا لم تصل لي معرفة بهؤلاء القوم فيارب هاي سببا حتى أحمل جواهري إلى مشتر آخر ليش قلت لك هنا أنه أنت بسبب الوحدة لأنه كأنه ما أنت قاعد تفكر في هذا الشخص اللي عندك حنين لمن الماضي ولكن حنينك مو بسببه هو بالذات مو حبه في قلبك ظهر من العدم من جديد ولكن لا الوحدة الشعور بالوحدة الشعور بالوحدة هي اللي استفزت فيك الحنيل لهذا الشخص حتى أنت بينك وبين نفسك تقول حتى لو أهوى أنا من قصدي بالضبط أني أفكر بهذا الشخص ولكن وحدتي خلتني أفكر فيه ولو أهوى ما بغاني أو ما رح يأتي ما عندي منع لو أتى شخص داني ما عندي منع أريد الحب أريد الارتباط أريد أن أرجع إلى وضع القديم أني أنا مرغوب أني عندي شخص في حياتي وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرع حقوق صحبتي القديمة فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرع حقوق صحبتي القديمة فحاش الله سوري أن أسمى إلى حبيب آخر بما معنى هذا الشخص الثاني حين أنت أنت اللي شوي فيك عيارة أو العكس ولكن الشخص اللي فضع عليه المكان وهو يقول حتى لو مو هذا الحبيب خليه يأتي حبيب ثاني ما عندي مشكلة أنا منفتح الحين للخيارات الشخص الثاني يقول لا وهو لحد الآن هذا الشخص لو تزوج لو رح في سبيله لو ابتعد عنك انقطعت أخباره لحد الآن يتذكر نفسه أنه كان حبيبك يوم من الأيام كأنه ما في بصمة في بصمة أنت خلقتها ولو أنك ما تدري عنه بس حين وصلتك طاقته وإذا آتاني يلحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الأزرق فلك الأزرق دائما يعني لون الأزرق يرميزون لب بلون الاكتئاب أو الجن طاقة شو سمونها الخوارق للطبيعة الجن الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها فإذا واطاني الحظ قاعد تطلب من الحظ من الأشياء أنت تقول أنا ما أدري شنو اللي ممكن أسوي الحظ السحر الدعاء في أحد ممكن يساعدني أي أحد ممكن يساعدني عادي عادي أي أحد ممكن أقول لقصتي وشور علي بنصيحة خلي يساعدني حتى لو شخص مفاهم أنه حتى هنا قاعد تستدعي دائرة الفلك الأزرق فسأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر رح أعيد لك البيت وإذا آتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الأزرق فسأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر يتقول إذا يتني فرصة ثانية سواء هالفرصة الثانية بتكون بأسباب تدخل إلهي مباشر أو بأسباب حظي بأسباب نحسي بأسباب أحد يساعدني تطلب مساعدة ما يهمك ما يهمك أنه أن تمشي وتقول القصة لحد ما أحد أكثر خاطرة حتى ويساعدك أو الشخص الثاني ما عاد يفرج معاك لأنه تقول سأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر تطلب أن مهما كانت الظروف يكون فيه اجتماع حتى ولو صدفة لأنه كأنما هذا الشخص أحس أن الروابط الأشخاص اللي كانوا يجمعونكم مع بعض يمكن ابتعده وانتقله وصار فيه انقطاع للأخبار وتتمنى أن الصدفة ترد جمعكم الصدفة والحظ هاي الأمور اللي خارج عن الطبيعة وقلبي يطلب العافية وهناءت العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية إذا سمحت بهما مرة ثانية غمزات إلى أسرارنا المغلقة لا مو هذا البيت هذا البيت لا وقلبي يطلب العافية وهناءت العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية تعرف هنا لما يقدموا لك الضيافة وانت مثلاً عطشانا وانت جوعانا وانت ترغب ولكن بسبب عزة النفس تأخذك مثل ما قلت لك هني الكبرياء تقول لا ما أبي لا أنا شبعان لا ما لداعة تكلفون على نفسكم هني كأنهم اللي صار شوي مضحك لأن اللي صار أنه فعلاً العرض الشخص هذا نفسه الأشخاص فعلاً ينسحبون تكت تقول لا عبالك أنه راح يضلون يلحقون وراك يتمننونك لا قروا أوكي وانسحبوا وذهبوا في حال سبينهم أنت تقول لا 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 اطلب مني مرة أخرى أنا مو قصدي أنه أصدك أقصد أنه كان مفروض تتمسك فيني أكثر ضيفني أصر علي أصر أنه أنت تضيفني أصر أنه أنت تكون موجود في حياتي هني زينة أنا تخيل الآن خصوصاً في ضيافتنا العربية لما يأتون ضيوف إلى بيتنا وقدم لهم الشاي على طول يقولون ما لا داعي أو ما نريد وعلى طول نسحب الشاي منهم هني راح يصير فيه استغراب لأنه ثقافتنا هني كأنما مبنية على الإصرار على الضيافة الإصرار هو المغزل لأنه من الأدب إنما نأخذ الشاي من أول مرة هذين البيت متشابكين فانظر إلى أسرارنا المغلقة وقد قالوا فيها الحكايات الطوال وأخذوا يرددونها في كل زمان على نغمات الدف والناي وعلى رؤوس الأسواق لحد الآن لما تجتمع مع ناس كانوا يعرفون بقصتك وقصته تشوف فيه ترديد للقصة كأنه لحين أهم عالقين في خمس سبع عشر سنوات قبل ويقولون تذكر فلان تذكر علان ما تدري عن أخباره شنو صار بينك وبينها؟ مع أنك كانت أسرار مغلقة مع أنك كان الموضوع تتوقع أنت بينك وبين نفسك مو كل أحد يدري عنه بس انتشر انتشر صار مثل القصة التحذيرية للآخرين يقولون شوفوا فلان شلون رفض أو ما تقبل عرض الشريك الحين بقى وحيدا الحين بقى وحيدا يقول إذا واتاني الحظ سأحصل عليه مرة أخرى أنزين ممكن تكون أنت قلت لك يا برج الحوت ممكن يكون الشخص الثاني اعكس الرسالة بما يناسب وضعك وما زلت أبكي في كل اللحظات لأن الفلك في كل ساعة يصيب قلبي الجريح بأذى جديد آخر هني أحس أنه هو هذاك الشخص هذاك الشخص مهما ابتعد في حياته مهما خلاص وصل ونشغل وتزوج أو أشوف هني وايد أنه مبتعد ابتعد عن محيطك ما صار حتى يقابلك صدفة لحد الآن تصير أمور اتذكرها فيك تعرف يعني مثلا تور الجرح يبتدي يلتئم على طول الرد نروح نضربه أو نستفزه فيرد ينفتح دائما فيه تذكر سبحان الله هذا الشخص لحد الآن منسك الطريق بينكم منسك بشكل نهائي فدائما مهما ابتعده ونشغل يصير فيه إرجاع عن طريق موقف عن طريق شيء عن طريق مثلا فقط يطوف على الشارع اللي عرف أنه أنت ساكن فيه فيرد يتذكرك ولكني أعود فأقول أنه حافظا لم يقع وحده في هذه الواقعة فكثيرون غيره قد ضلوا وضاعوا في هذه البادية الشاسعة أول شيء هو يحس أنه أنت اللي نسيته من ناحية الأهواء يحس أنه أنت اللي نسيته أنه أنت اللي لهيت عنده وأنه مستحين اليوم تتذكره هذا من جانبه أهواء من جانبك أنت هني شاعر يقولك ترى قصتك مو مميزة أو استثنائية لدرجة أنه معدومة في كل حي في كل بلدة في كل قرية حتى إلا ما تلاقي قصة حب شبيهة بهاي القصة شخص يطلب مننا الارتباط شخص يعرض علينا لكل شيء نتمنى ولكن سبحان الله في أسباب سعاد أسباب حتى خارقة للطبيعة ليش أقولك خارقة للطبيعة دائما أريد أرجع إلى الفلك الأزرق الأمور العقد كنت تجريه اضطريته تفترقون مش شرط بسبب إرادتك أنت أو إرادته أهواء صار فيه افتراق ظاهر الأمر أنه أنت اللي صديت عنه ولكن طرقكم أريدي كانت قاعدة تبتعد ذلك الوقت والحين صار فيه على وشك الاجتماع شوية كفايا أنه أنت تفكر فيه أهو يفكر فيك في الفترة القادمة ما تدري متى الطريق رح أريد ينفتح فتأكدنا فيه كل بلدة فيه أشخاص كانوا يتمنون بعض ولكن حدث ابتعاد حدث رفض رفض منك رفض منه وهذا الشخص تشوف أيضا يندم أنه أنا لو رجع به الزمان قبلت عرض فلان للزواج فقصة لا تحس أن أنت بروحك أنك سويت عمل مخزي أو غريب أو شي تندم عليه كل شيء أنا أظل وأقول وأتمسك أن كل شيء نصيب خصوصا في هاي الأمور إرادة إلهية وحتى لو كان ظاهره أنه أنت اللي رفض منار كوكي لك